طريق شاهين جزها وأبو ابنها ديها واحدة وخليك تقلق أنا هاهرب هاهرب هاخد ابني وهرب من البلد ما فيش الكلام با؟ كلم الأمني يمسكوا وأنا هقرب من الباب اللي ورا مش هيحصل لا هيحصل لا هيحصل هات الولد فاردوس سيبينة محدش هيخدك مني سامي ماشينا من هنا يا مختار أبوص رجلك تماشينا من هنا ما أعرض علي فلوس فلوسي درغاني وش محتاج مش هيرضا ممكن تسمعيني لو سمع فيه وانتي هتنفذي اللي أنا أقولك عني أنت ما بتفهمش بقولك هيخد مني يمكن يقتمني كمان اسمعي اللي بقولك عليه لو سمعت انتي هتخبش هيين دلوقتي كأنه مش موجود في الفيلا لغاية لما أخرج هتفاهم معي وشوف عاي زيني وانتي يمسكي نفسك شوية كده يمكن أحتاج لك تخرجي تقابليه قارب أيو امسكي نفسي ما أنت شايخد مني ما أنت شايخد مني ما فيش ضمان أنا قلت لك قبل كده أني ابني برعيه اتفاق حين اتفاقنا أني أنت مش هتقول لها أني نبلغك على أجل أقول لك إيه؟ أنا متأكد أن اللي أنت بتعمله دورها حاجة واسخة مشكلة دحكة عليك أنت كمان إيه؟ متحباها؟ لازم تبقى عارف أن البنيات ما ديش طانا طاني بيه؟ أي حاجة هتقولها أنا عارفك ما فيش تزومت كلامنا إحنا عملنا اتفاق إنت هتاخد الولد وصادة ابن داليا ما تتزيش بس لازم نبقى فيه ضمان ضمان كلمتي مش من مصلحتي من أمي بنتخش السيء يا فردوس تعالي تشوفي اللي بيه شرب إيه؟ بتكتو أمر ها حركت أحب تشرب إيه؟ تشرب إيه؟ تشرب إيه شهين يا ابني؟ شهين؟ أه طبعاً بشوفه طي هو بقى بيتكلم بش كده؟ بيتكلم بس كلمات قليلة شوية هوا حضبتك بابا؟ طيب إنت مكنتش بتيجي تشوفه لي؟ ولا إنت كنت مسافر؟ يا اللي هنا يا مختار يا مختار أنا مختار أنا مختار الطمني وافق إنه ما يبلغش عدنك هو عدنك كده؟ والتمن يا مختار لا عشان خطري لا يا مختار إيبني لا إنت وعدين إنك تقدر تمنعه أعرف بس ما عرفتش هون رفض؟ لا يا مختار حرام عليك شهين لا مختار خليني أهرب أهرب آه أهرب تاني؟ أهرب تاني؟ منطول بتعملو فايا كده؟ سفرني أي بلد برا بحصر أنا وأبني هتعيشي طول عمري كهربانا يا داليا لفرصتك ما تهربش تاني وإذا كان على شهين عبوهم منفعل دلوقتي ورقبهم من شطان ومعايزين تقيم منك بس بعد فترة أوهدك إن أنا هتكلم معا وأوصل معا لاتفاقي إنك تشوفي تاني لأ أنا سافر بأبني في أي حتى استخبق فيها أنا عندي فلوس وهامل كده أنا مش حاجة سديني اسمعي لأنا بقولك عليها أنت بعد تاني يا مختار يا مختار يلا بلي لا يلا بلي مختار لا يلا لا أبني لا ما أبني لا لا بلي رجع نشوفي تاني رابي يلاحني يا مختار مختار سابقا يا مختار سابقا يا مختار ايبني ايبني يا مختار انتي مش بني ادنو انت كان لازم تتبحي على اللي انت عملتيا شهين منفست اللي احنا اتفاقنا عليه انا مش هبلغ عنها بس بشرط ما اتقربش من ابن تاني تعالى يروح معه تعالى تعالى يا ابني اعرم عليكم قسم بالله العظيم لو فكرت بس اتقربي من ابن تاني فش داعي لتها دي الحكيدة هنتك هزي شهين تعالى يروح معه اعرم عليك يا طار الورد عايزني عرم عليك اوى اعرم عليك يا مخدر زمني انا ابن ام ومات لا عرم عليك بدونش كده زمني 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 عرم عليك عرم عليك شهين شهين عرم عليك عرم عليك وعز عمني شهين انا اطارق شهين باباك بتونج بتونج ما كده يا مختار؟ المشاريع اللي وقفة دي ومرتبات الناس المتأخرة الستة عندها مشكلة كبيرة وبيوت الناس المفتوحة من الشركة دي برضو هيحصل فيها مشكلة كبيرة واحنا ايه؟ في سوبر ماركت دي شركة شركة يا مختار شركة فيها موظفين وعمال في الشارع واتفاقات وشروف جزائية ما خلاص يا عم عبد الحميل كان لازم ده كله يحصل يعني ايه لازم ده كله يحصل؟ وليه ليازم؟ عشان نلاقي حل طيب خلاص يبقى تيجي معي نروح لها البيت النهاردة روح لها البيت ده ايه؟ بقولك الستة عندها مشكلة كبيرة ابنها اتخذ منها ما بتردش عليها في التليفون ايو يعني نعمل ايه يا مختار؟ نقفل الشركة والروح؟ اكيد مش هنقفل الشركة انا هتصلف هكلمك بالليل هقولك هنعمل ايه بالزرطة تفضل نتشوفه نتشوفه